استقر مسؤول النادي الإسماعيلي على توقيع غرامة مالية على قائد الفريق باهر المحمدي بسبب المشادة التي حدست بين قائد الفريق وحسن عبد الرب ومدير الكرة بالنادي وذلك عقب رقاء المصر البرصعيدي بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي أقيمت أمس الجمعة وحقق الإسماعيل الفوز على نظير فريق المصر البرصعيدي بسلسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب وكاشفت الكاميرات التي تبص اللقاء عن مشهد المشادة بين حسن عبد الرب وباهر المحمدي بعد انتهاء اللقاء مباشرة واكتفت إدارة الدرويش بتوقيع غرامة مالية على قائد الفريق مع تحزيره من تكرار ذلك الأمر مرة أخرى بالمستقبل وقام باهر المحمدي بالاعتذار عقب اللقاء للجماهير التي حضرت اللقاء كما نشر عبر حسابه الرسمي على مواقع الطاصل الاجتماعي انستجرام اعتذار آخر بصورة للجماهير وسجل باهر المحمدي هدف التعادل الأول للإسماعيلي في مباراة المصر من راكل الجزيز بعد أن كان فريقه متأخرا بهدف وتعد تلك المباراة الأولى لحمزة جمل المدير الفن الجديد للدرويش والذي تم تعينه خلفا للمدرب حمد إبراهيم كما هو الحال لحسن عبد الربو مدير الكرة الحالي بالنادي ويحتلل إسماعيلي المركز السادس عشر بجدولة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة بعد أن حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مواجهات ترجمة نانسي قنقر